بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه وسلم أسعد الله وغاتكم بكل خير ومحبة وسروره أعزائي وأحبائي الطلبة ونبدأ في هذه الشرح تبيان وشرح التجربة الثانية عشر اللي هي Experiment No. 12 هذه التجربة عنوانها هي عبارة عن Quantitative Analysis التحليل الكمي يعني بنحدد كمية مادة معينة وهذه المادة هي عبارة عن الاسبرين Tablets اللي هي غراس الاسبرين المسكنات اللي تستخدم بشكل عام يعني By feasible absorption عن طريق اللي هو الامتصاص المري الآن يعني بالبداية كشيء أساسي ومهم بالنسبة لنا كما ذكرت بالعنوان The amount of aspirin راح يكون في عندنا تحديد لكمية الاسبرين الاسبرين خلينا بنحكي اللي هو الاسيتل سلسليك أسد هو يعني المادة الأساسية اللي موجودة داخل الاسبرين وهو يمثل الاسبرين نفسها in a commercial analgistics analgistics هي عبارة عن المسكنات بشكل عام وcommercial يعني تجاري مسكنات تجارية اللي تستخدم وبالتالي الاسبرين هو الكمون نيم للأسيتل سلسليك أسد وبالتالي احنا بدنا نحدد اللي هي الconcentration للأسيتل سلسليك أسد اللي موجود في الاسبرين Tablet الآن الخطوات راح تتضمن كالآتي نعمل عملية hydrolysis وبالتالي اللي هي الاسبرين Tablet is hydrolyzed to selsليك أسد بنعملها عملية تميه وعملية hydrolysis بوجود الوسط القاعدي الانيو اتش حتى تتحول لسلسليك أسد طبعا بوجود الغاعدة لاحقا يعني الخطوة اللي بعدها تتكون لدائي أنيون ومن ثم الخطوة اللي تتليها نعمل عملية تخفيف dilution يعني المحلول is diluted to specific concentration لتركيز معين لاحقا راح نتكلم عن الخطوات ومن ثم الكمبليكس اللي ناتج مثلا ما بين الايرون والاسبرين رايح نقيس احنا الامتصاص لهذا الكمبليكس عند طول موجي محدد لمدة ماكس 530 نانو میتر وراحين نطبق البييرز لو يعني is applied or obeyed يعني راحين يعني القياسات تنصاع إلى غانون بير لو وينطبق عليها العلاقة المشهورة بالنسبة له بيرز لو الabsorbance equal molar absorptivity والbath length والconcentration للكومباوند الخطوات او البروسيجر الخطوات العملية اللي رايحين احنا نتبعها في هذه التجربة راح تكون كالآتي اول جزء من هذه التجربة يتضمن تحليل او عفوا تحضير محلية قياسية standards بحيث يكون محليل معرومة التركيز الهدف منها لاحقا بدي انا احضر محليل معلومة التركيز بقيس امتصاصها وبعمل calibration curve تمام ال calibration راح يكون مهم لاحقا لأي مادة مجهولة بقدر اطلع تركيزها هذا راح نوضحه اكثر في الخطوات القادمة الان بالنسبة لتحضير ال standards المحليل اللي هي القياسية من بيور سلسليك acid لحمض السلسليك acid النقي ناخذ وزنة دقيقة الوزنة راح تكون عبارة عن 0.1 gram وننتبه لاللي هي decimal points يعني ثلاث منازل عشرية بعد الفاصلة بحيث يكون عندنا القياس بيكون دقيق وبالتالي راح يكون عندنا الكتلة هي عبارة عن 0.1 نفترض 0 ونت تسجلها بشكل دقيق بحيث انه تكون الماس او الاماونت اوف بيور سلسليك acid نون يعني معروفة بالنسبة لك عن طريق الوزنة من الميزان وبتسجلها عندك بالريبورتشيت الخطوة اللي بعديها راح نضيف لها كمية من الانيواتج ولاحقا بسكيم معين راح أبين اهمية انه احنا بنضيف الانيواتج شو السبب اضافة راح نضيف خمسة مل اوف او بوينت وان مولر من الانيواتج الخطوة اللي بعديها طبعا انت تضع المزيج ممكن بيكر مناسب او ايرنامير فلاسك وتبدأ بعدين بتعمل عملية تسخين على الهوت بليت تمام بخطوات راح توضح اليك عمليا داخل المختبر بحيث يكون تسخين يعني جنتل هيتنج لغاية ما بتتأكد انه كمية السلسليك اسد ذابت تقريبا بعد ذلك انت بتنتظر لفترة معينة زمنية حتى تتأكد انه السليوشن اه بكم كول يعني اصبح بارد تمام فاذا الخطوة اللي بعديها هي عملية التبريد كولينغ الخطوة اللي لاحقة راح انا انقل المزيج كامل اللي حضرته انا عن طريق وزن المادة واضافة الانيواتش وتسخينها حتى تتأكد انه ذابت وبعد ذلك تبريدها بنقلها الى ميت ميل فولومتريك فلاسك فلومتريك فلاسك انتم تعرفوا اه اللي هي الدوارغ الحجمية اللي مستخدمة طبعا اه عندنا بال بالمختبر اللي راح يكون حجم الفولومتريك فلاسك هذا مية ميت ميل تمام وان هندرد ميل فانت تنقل هذا المزيج كامل للفولومتريك فلاسك وبعدين بتكمل اللي هو المحلول يعني تكمل في التو مارك والديستل ووتر يعني انت بتعمل عملية دليوشن وبتكمل لغاية اللي هي اللي هي اللي بل او المارك اللي موجودة على نيك اوف ذا فولومتريك فلاسك اللي موجودة على يعني عنق اللي هو الدورغ الحجمي بهذا الحالة انت تكون حضرت محلول حجمه النهائي وان هندرد ميل الان بالخطوات هذه اللي موجودة عندنا تقدر تحسب اللي هو الكونسنتريشن للسلسليك اسد تمام بتشوف كم ذوبت من المادة في الحجم النهائي اللي لوصل وان هندرد ميل باختصار لما بيكون نفترض فرضا انو الحجم طلع عندي عبارة عن وان هندرد ميل لما بدك تحولها للليتر بتصير واحد بالعشرة من الليتر والـ 0.1 جرام هي نفسها تكافئ 100 ميلي جرام فانت تكتب الميت ميلي جرام مقسومة على 0.1 وبهذا الحالة انت بتكون حسب الكونسنتريشن للسلسليك اسد اللي يكون المحلول المرجعي والاساسي الخام اللي راح انا استخدمه في تحضير المحاليل ويكون طبعا تركيزه عالي مشان اجل اني احضر منه محاليل ثانية تكون مخففة الان الخطوة التي تليها راح يكون عندنا خمس دوارق حجمية هذولا خمسة وكل واحد سعته تقريبا خمسين ميل او حسب ما يوصى بخطوات التجربة المحلول او الدورق الحجمي الاول انا باستخدم بيبت معين وباخذ من الستوكسوليوشن اللي حضرته انا بالخطوة اللاقة السابقة واحد ميل بحطها والفولومترك الفلاسك الثاني بحط فيه اثنين ميل من الستوكسوليوشن والثالث ثلاث والرابع اربعة والخامس خمسة وبعديها انا بكمل المحلول باعمل له عملية ديليوشن واعبيه باللي هو الاسيدفاي ايرون سي ال 3 محلول راح يكون يعني حامضي من الايرون 3 ورايح نتكلم عن اهمية الايرون 3 بالنسبة للتفاعل مع الاسبرين حتى يكون كومبليكس اللي يكون لونه بنفسجي غامق حتى انه نقدر نقيس الامتصاص اله لاحقا عند خمسمية وثلاثين الان راح يكون هذا بفرد محلول منظم حتى نضبط البي اتش 1.6 ويذ ات سي ال مع كي سي ال تمام هيدروليك اسيد مع البوتاسيوم وكلوراي مع بعض هن البعض والكونسنتريشن هو عبارة عن 0.02 مولار تمام البي اتش يعني راح تكون متوقع بتكون 1.6 الان تغيرات المحلول بالخطوات راح يتتغير من يكون لايت مثلا مضي تغريبا او غريب من الشفافية الى يصبح لونه خاصة بعد اضافة المعقد لا اللي هو محلول خلينا بنحكي السلسليك اسيد يتغير وبيصبح اللون الى دارك فيوليت اللي هو بنفس جي قامك او معتم تمام الخطوة اللي بعديها للمحلول الاول والثاني والثالث والرابع والخامس راح انا بقيس اللي هو الامتصاص عند طول موجي 530 نانوميتر طبعا ما بننسى انه البلانك بهذه المرحلة اللي انا بدي اصفر عليه الجهاز اللي هو المحلول او السولفنت اللي انا قاعد بحضر في الانالايت اللي هو الاسيد فاي اف اي سي الاثري اللي يكون بفرد منظم تمام فهذا راح يكون البلانك اللي انا بصفر عليه جهاز اليوفي سبكترو فوتوميتر بعد ما احصل على النتاج برسم العلاقة ما بين الابسوربشن والكونسنتريشن لهذه المحليل الان اللي موجودة عندي طبعا دايما احنا مشان انك بتقدر تحسب التراكيز ما بتنسى العلاقة ام وان في في وان تساوي ام تو في في تو فهذا معروف بالنسبة انه تمام فانا مثلا لمني انا بكون اخذت واحد مل اللي هو الفوليوم الاول من محلول تركيزه معروف اللي هو الام وان معروف هذا راح يساوي ام تو اللي هو التركيز الجديد مضروف في الحجم الجديد اللي هي خمسين مل وبالتالي انا بقدر اطلع عم تو برسم العلاقة اللي هي ما بين الكونسنتريشن هذا والابسوربنس اللي هو الامتصاص وراح يكون عندي الكالبريشن كيرف اه بكون انا حصلت عليه بهذه بهذه الخطوة الان الكالبريشن كيرف هذا ليش مهم لاحقا لما بيكون عندي عينة مثلا من الاسبرين قرص من الاسبرين يتم اذابته اه يعني نعمل له عملية هيدروليس ونضيف له بيس القاعدة وبعد ذلك بنضيف له الايرون 3 وبيكون عندي مثلا الكمبليكس عسبيل المثال اللي لونه دارك فيوليت لما بقيسه بالجهاز راح يعطي امتصاص فانا مثلا من خلال الكالبريشن كيرف هذا بشوف على المحور الواي اكسس كم بتكون قيمة الامتصاص وبشوف اللي هي نقطة التغاطع الكروس بوينت اللي موجودة على الكيرف وبنزلها للأسفل وبكون انا قادر على اني احدد الكونسنتريشن لا اللي هو المحلول اللي هو يعتبر النون فاذا الكالبريشن كيرف دائما خطوة اساسية حتى يكون عندي يعني مرجعية لاحقا لتحديد تركيز اي الان الجزء الثاني من التجربة اللي هو ون كوميرشل اسبرين تابلت الان لو كان عندي حبة او غرص من الاسبرين التجاري حبة واحدة وروحت انا قستها على الميزان وقستها بدقة على البلانس الموجود عندنا وسجلت عندي بالريبورتشيت كم اللي هي الماس او الاماء الماس مثلا للاسبرين تابلت بعد ذلك انا بحطها في ارنماير فلاسك او بيكر يكون مناسب بعدين بضيف لها القاعدة اللي هي خمسة ميل منها خطوة اللي تليها ابدأ انا بسخن حتى على الهوت لغاية ما بشوف انه المادة كله يتذابت ومن ثم بترك المحلول يعني حتى يسكن ويصير له عملية تبريد درجة حرارة وتنزل بهذه الخطوة بهذه الخطوة انا اكون حضرت من الاسبرين تابلت اللي يكون يحتوي على الاستل سلسليك اسد اختصار اللي هو نفسه يعني الاسبرين بالنسبة لنا الخطوة اللي بعديها انا باخذ ثلاثة ميل من خلينا بنحكي هذا المزيج اللي موجود عندنا اللي انا يعني راح اكون يعني خلينا بنقول ذوبته في كمية معينة من الخمسة ميل نفترض او عملته عملية دليوشن باخذ ثلاثة ميل من استوكسوليوشن اللي هو استوكسوليوشن اللي كنا حصلت عليه بالخطوة هذه تمام الآن بعد ذلك انقلها الى ميت ميل فولومتريك فلاسك اخذ ثلاثة ميل بنقلها الى ميت ميل فولومتريك فلاسك بعد ذلك ببدأ بكمل يعني باكمل تعبئة الفولومتريك فلاسك بي اللي هو الاسي ديفاي اف اي سي ال ثري اللي هي بفر ذكرناه من الكي سي ال اتش سي ال اللي البي اتش الو واحد وستة والتركيز الو او بوينت او تو مولر لغاية ما بيكون الحجم النهائي ميت ميل يعني الثلاثة انا خففتهم لميت ميل الخطوة هذه انا طبعا بعد ما احصل على هذا المحلول المخفف بروح بقيس الامتصاص مرة ثانية اللي هو دارك فيوليت سيليوشن ات لمدا ماكس 530 نانوميتر ومن ثم من خلال الكلبريشن كيرف لانو انا بحصل على قيمة امتصاص بقدر اطلع التركيز الكلبريشن كيف لي بالخطوة الاولى من هذه التجربة الان لما اني بحصل على هذا التركيز لابد اني انا بنتبه لعملية الدليوشن شو هي العملية الدليوشن اللي انا عملتها للأسبرين تابلت اللي هي البارد 2 انو بالبداية التركيز الاسيت السالسليك اسد اللي موجودة يعني في الاسبرين تابلت ما بعرف كم تركيزها مجهولة طيب انا لم اني عملت لها تذويب او عفوا اذابة في خمسة ميل 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 نيو اتشو وسخنت وعملت عملية اللي هي الخطوات اللي انا عملتها بعدين اخذت منها ثلاثة ميل هذا يعتبر الحجم الاولي هذي ايش تكافي امتو انا منين طلعتها طلعتها من الكاليبريشن كيرف يعني انا بعد ما خففت المحلول لميت ميل رحت انا قست الامتصاص ومن خلال الكاليبريشن كيرف الامتصاص بشوف على النقطة الكيرف في اي نقطة تتغاطع وانزلها الاسفل وبحسب الكنسنتريشن الكنسنتريشن هذا يكون بمثابة اللي هو عبارة عن عفوا عبارة عن الامتو الان الحجم النهائي لما اني انا قاعد يعني بحدد تركيز المادة لمحلول كان مخفف عند ميت ميل فانا بقدر بهذه العلاغة هذا معطاء معروف 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 بقدر اطلع التركيز الاولي للاسيت السلسليك اسيد اللي موجود وين موجود بالاسبيرين تابلت الان العلاقة لو تعيد ترتيبها بتصير M1 تساوي M2 ملتيبلاي باي 100 على 3 تمام بتكون انت طلعت التركيز نفترض انت طلعت التركيز ملي جرام بير ليتر حتى تحولوا انت لوحدة البي بي أم اللي هي تكافئ ملي جرام بير ليتر لابد انك تضرب في ألف تمام هذه مهمة بالنسبة لنا الخطوات هذه تمام بهذا الشكل انت تكون حددت اللي هو تركيز الاسيت السلسليك اسيد اللي موجود في اللي هو قرص اللي هو الاسبيرين الاسبيرين تابلت طبعا فيه أشياء أساسية لابد انك تعرفها سأنت لمنك تحسب من خلال تجربتك انت حصلت على الماس اوف ماتيري الريكافرد يعني حصلت مثلا عندي نفترض فرضا عندي 20 ملي جرام لكل ليتر من الاسيت السلسليك اسيد فانت بتكون حددت قيمة او كمية الاسيت السلسليك اسيد اللي هي we can be recovered اللي يمكن ان يتم استرجاعها وبالبداية بيكون عندك ال mass of material started with اللي هي مثلا كتلة قرص الاسبيرين مع العلم انه لازم بتكون الوحدة اذا كانت البست بالقرام المقام لازم بتكون بالقرام بعدين تضربها ب 100% فانت بهذا المرحلة بتتكلم عن الريكافرين اللي هو نسبة الاسترجاع المادة بتقول انه هذا قرص الاسبيرين يحتوي على 90% من الاسيت السلسليك اسيد واضح؟ فهذه هي اللي هي كيفية انك تحسبها طبعا نسبة المئوية تكون يعني محصورة ضمن range معين يعني مثلا 80% 85% 90% وهكذا هذا بيعبر لي عن النسبة اللي هو الريكافرين انه كمية الاسيت السلسليك اسيد مثلا بالقرامات اللي موجودة بكتلة الاسبيرين تابلت بالقرامات مضروب في 100% طيب الان احيانا بيصير عندنا مثلا تداخلات interferences خاصة بالامتصاص متوقع قد تكون متوقعة ما بين المواد اللي هي بنسميها انا الجيس سيكس اللي هي المسكنات فالآن اللي ممكن انها تعمل تداخلات بالامتصاص اللي بيكون الستركترال فورميلة مثلا بيكون قريب من الشكل الستركترال فورميلة للأسبرين فيها علاقة بنزين وفيها functional group فهذه متوقع زي الاسيتامينوفين او الفيناءستين قد تحدث تداخلات تكون تعمل انترفيرنس يعني لكن هي بتكون يعني خلينا نفترض انه اذا كان عنده يور تابلت من الاسبيرين بتكون متدنية لكن ممكن لو لو عملنا للأسيتامينوفين ممكن بيكون قريب قد يكون قريب من ناحية الامتصاص من الامتصاصات المتعلقة بالأسبرين او الفيناءستين قد يكون قريب من الأسبرين لانه كلياتها هي مواد مسكنة والستركترال فورميلة من ناحية الكيميستري تبعتها متشابهة اللي هي بنزين رينغ وفي عندنا فانشلالوغروب وان كانت مختلفة الى حد ما هايدروكسيل والعبارة كاربوكسيليك اسد الى اخرها او مثلا عسبي مثال اميد لكنها الى حد ما قد تكون متغاربة هذه ابرز الاشياء اللي احنا لابد انه نعرفها في هذه التجربة اتمنى لكم التوفيق واتمنى انه انتم يعني ايضا تبحثوا عن هذا الموضوع وتكتبوا التقرير المطلوب لهذه التجربة وتنتبهوا الخطوات المطلوبة وتتبع الحسابات بشكل دقيق وتنتبه لمسألة وايضا ترسم بطريقة دقيقة وصحيحة وتنتبه للوحدات اللي انت بتحصل عليها اتمنى لكم التوفيق وان شاء الله ان اكمل للتجارب القادمة باذن الله بالتوفيق للجميع ترجمة نانسي قنقر